السلام عليكم تلاميذ الصف السادس درسنا اليوم اللغة الانجليزية 3 listen to a pupil book on page 4041 you should معناته يجب وتستخدم للنصيحة listen and read اصغي وقرأ you don't look well you should go home and tell your mom or dad قلت للا تبدو بصحة جيدة يجب عليك الذهاب الى المنزل وإخبار والدك أو والدتك yes i will thanks نعم سوف افعل look at the picture and match them to the phrases قال انظر الى هذه الصورة ثم صلها مع هذه العبارات عن طريق الارقام go to bed ويني 3 اذهب الى الفراش take some medicine one خذ بعض من الادوية wear a warm clothes ارتدي ملابس دافئة 4 drink something caught اشرب شيء حار number 2 eat lots of fruit 6 كل بعض الفواكه take a tablet number 1 اقراص الدواء go to the doctor 7 نذهب الى الدكتور look ننتقل الى الصفحة الثانية المحادثة بين باسم والدته what's the matter باسم you don't look well ما الامر باسم لا تبدو بصحة جيدة وهو نقاط الكلمات اللي غا حتمر علينا تخليها صح ازين اه يعني اقرأ المحادثة practice let with a partner قتل ومارسها مع زميلك ما الامر باسم you don't look well ما الامر باسم انت لا تبدو بصحة جيدة باسم mom i feel hot and i have a headache نعم انا اشعر بحرارة ولدي صدع قتلو اعتقد بانه لديك بعض البرد او الزكام والارتفاع درجة الحرارة what's the temperature ما هي هي الحرارة قتلو mom it's when your body is too hot عندما تكون جسمك حار جدا باسم yes mom my body is hot قلتنا نعم امي انه جسمي حار mom yes you should go to bed يجب عليك الذهاب الى الفراش and you should take a tablet ويجب عليك اخذ قرص من الدواء اشقال لها باسم what's the tablet for قلنا لماذا ناخذ قرص الدواء القرص الدواء it's a tablet for your headache and i will bring you some water قتلو هذا القرص للصدع وسوف اجلب لك بعض من الماء باسم well i feel i feel better soon سألها قلنا هل سوف اشعر بتحسن قريبا mom yes i am sure you will feel better in the morning قلتو نعم انا متأكدة من انه سوف تشعر بتحسن في الصباح فاش مر علينا مر علينا tablet tablet هذا قرص الدواء والبيت والهوت ودع اكتر بلو هوني انتهي درسنا لي هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر